أطيب الأمنيات والتحيات عبر إذاعة صوت لبنان بحلقة خاصة بعيد الأمهات سمحولي وجه تحية لكل أم لبنانية عم تسمعنا بهالوقت ولازم تسمعنا لأنه في رسالة كتير مهمة رح تتوجه لألك أيها الأم اللبنانية من ضيفتنا اليوم أشيخة جويس لجميل التحدث عن الأم قيمة عظيمة هي سر سعادتنا والاهتمام الأم بدياناتنا عبادة عظيمة وقال جبران خليل جبران أن أعذب ما تحدثه البشرية وتحدثه هو لفظة الأم أسمى المشاعر لما عاطفة الأمومة ما بتنحصر بالعيل الصغيرة إنها ما بتمتد لتشمل لكتير من أبناء هالوطن فلما منوضع قدامنا أهداف سامية منها منستمد القوة والطاقة للسير لقدام هيدا عنوان حلقتنا اليوم مع ضيفتنا أم الشهيد أم العيلة الكبيرة بهالوطن الشيخة جويس لجميل صباح الخير صباح الخير نوال ينعد عليك مرسي يا نوال يعني أنا ممنونة لهالكلمتين قلتين هلأ قلتين من قلبك بس أنا حاب بقول لكل يلي هم بيسمعوني اليوم إنه لأول مرة بحياتي بحس إنه عندي رسالة رسالة بدي أقول لكل أمهات لبناء شيخة جويس لجميل أنت مقلة كتير بإطلالاتك الإعلامية مظهور لبل يعني استثنائيا هيكي بتطلي استثنائيا ليش اليوم حبيت تطلي إعلاميا وبيعيد الأمهات تحديدا وليش حبيت توجهي رسالة إلى كل أمهات لبنان شو السبب؟ نوال رح أقول لك شو السبب السبب الأول مرة بحياتي بحس كأنه شيهم بيقلي بدك تحكي حسيت إنه عندي رسالة بدي أقول لكل أمهات لبنان لأنه كتار ما عاشوا يلي أنا عشته أنا عشت بلبنان جنة نوال وبي أقول لهم إنه لبنان مش هيك مش متل اليوم لبنان فقدناه لبنان الحقيقي يلي أنا عشته مش هيدا يلي اليوم عايشينه واليوم كل نضالنا لازم يقول تنسترد هاللبنان هيدا أنا بدي أتوجه لكل أمهات على الأراضي اللبنانية من كل المناطق وكل الطواف وقال لهم إنه كلنا سوا خيات وبحبهم كتير كلهم بحب بلدي كتير شو صار هاد ضمعة؟ شو شايفي قبالك؟ ويعني في خطورة معينة هيك عيشتيا أو حاسي فيها إنها جاي مشان هيك عم تتوجهي بالرسالة لأمات لبنان؟ مظبوط نوال قد ما في بقلبي تمنيات لكل أمهات لبنان قد ما في بقلبي إشي بدي أقول لهم إياها مش هارفي صراحة منين بدي أبلش كل شي بدي أقول لهم أول شي إنه بحبهم كتير كلهم لأن بعرف إنه كلهم عايشين زياد الصعوبات زياد المقساد وهيدا مش بلدنا بلدنا هو بلد الفرح بلد الحياة الحلوة هيدا أكتر شي لخليني أحكي اليوم إنه أنتو يا أمهات لبنان بدكن تكونوا أبضيات ما تخلوا اليأس يتملك فيكن هيدا مش لبنان طبعنا لبنان يلي عشنا يلي أنا عشته هو لبنان الفرح والحياة الحلوة بكل معنى الكلمة لكل الطوايف أساسا ما كان فيه طوايف كنا عايشين كلنا مع بعضنا أنا عشت بفيردان نوال وما كنا نعرف مسلم مسيحي ما فيه ما فيه كلنا مثل بعضنا هيدا اللبنان الجنة يلي خبرت ابني بيير عنه وخبرت سامي عنه ونيكول نيكول ممكن لآخر لحت له شي كاميون بس بيير ضل إلو ماما بلدنا أحلى بلد بالعالم هيدا مش هيدا جيه تفرحينا الصور هيدا 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 اللبنان مشوه على ما مفروض يكون عنا أعظم أعظم شعب بالعالم كله شوفوا وين ما هم بيروحوا كيف هم بيكونوا شاطرين وهم بأكبر اختراعات عنا شعب ما فينا ما فينا نقدروا كفية بالحكة شعب استثنائي بس لسوق الحظ لفترة من الفترات يعني من التسعين وبالطالع صراحة دركب هيدا البلد وأنا اليوم رسالتي لكل أمهات لبنان تقللن ما تستسلموا لهالواقع ما تستسلموا لمنولادكم بيقولولكم بدنا نفل لا قلولون هيدا أحلى بلد ما تنرجعوا ما تستسلموا لليأس اليأس مش لقلنا كلنا منقاف بوج المصاعب كل حياتنا وقفنا بوج المصاعب مش اليوم رح نستسلم عندي رسالة خاصة كمان لكل أمهات الشهداء الشهداء يلي عطيوا حياتهم للبنان قللن لفتة خاصة لأنه بتعرف أنه ام شهيد ما بتعرف بتفهم على خسارة ولد أكتر من غيرها يمكن لأنه بتعرف قديش كبر المقساة لمن واحد بيفقد بيفقد ولد ما في أكبر منها مقساة بالعالم وبدي قلن أنه جربوا تخطوا قد ما بتقدروا المقساة تبعكم نكرمي العيلتكن الباقي ما فينا ندفع الباقيين تمن هالجرحة الكبيرة إذا نصر في هيك جرحة بالبال بدنا نكون أبضيات نحن الأمهات بدنا نكون عنا العنفوين والمحبة الكفاية لباقة عيلتنا تحتى نشد على حالنا ونخليهم ما يحسوا بالمقساة يلي بقلبنا هايدي أنا رسالتي لكل أمهات الشهداء وبعرف أنه ما في أكبر وما في شي نبيل بالحياة أكتر من أنه شاب أو بنت تعطي حياتها لبلدها وهون بدي خص بالذكر شهداء الجيش اللبناني يلي بعتبرون كمان راحوا بزيت الطريقة من ابن بيير هني هم بقاتلوا كرمال بلدهم كرمال بلد أفضل راحوا وعطوا حياتهم في كمان كل يلي راحوا بأكسيدان أو بسيارة أو بأي شي المقساة هي زيتا بدي أتمنى لهم لكل هالأمهات يكونوا أبضيات وإن شاء الله بيكملوا حياتهم وقفين وقفة قوية بعيلتهم ويلي راحوا هم بيطلعوا فينا أنا أكيدة إنو هم بيطلعوا فينا أنا ما أتحكي أهلي بحس بيير حدي كل أم هكي يمكن تحس ولادها كأنهم بعضهم عايشين معا شيخة جويس الجميل شو اللي يخليكي شو اللي يدفعي توجهي رسالة بعيد الأمهات هل حيثي بخطر ما أنه لبنان كما قلنا قبل شوي على مفترق طرق أم لأنه نحنا بزمن الانتخابات النيابية لازم المواطن اللبناني يعيش مواطنيته متل ما لازم وما لازم يتحكم شي بالمواطنية نوال أنا اليوم السبب الأساسي اللي هم بحكي فيه هو تقول للناس لازم يواجهوا اليأس ما يفتكروا بلدنا ما فينا نغيره ما فينا نرده لأورا اليوم أنا إذا نبدأ بعطي مثل صورة إنه إنسان رايح بده ينتحر على الروشة فيه بعد الديمومتر بيقلب بيقلب وبيموت اليوم بهالانتخابات يمكن عنا فرصة إنه نمسكه قبل ما يروح على هالمتر ونشده لورا ونخلق خليك هون بدك تجرب تعيش هون وبدنا نساوي هالوضع المأساوي اللي وصلنا وإنت بدك تغير بصندوق الانتخاب هيدا أكيد هيدا الطريقة الوحيدة دايما نحن شيخا منوضة حق على السياسيين ومن صارنا تداك عمالنا يعني دورتين طب ما رأوا علينا ما صار فيه انتخابات والمواطن اللبناني بنق وبنق وبنق والإن بتقول ما بدي عايش ولادي بهالوطن الشاب بيتخرج بيقول بدي هاجر ما بدي عيش بهيك وطن اليوم بدنا نقل له للمواطن اللبناني انت لبدك تغير ما لك حق تنق لأنه انت قادر تغير قادر تغير نوال لأنه بده يفهم هالمواطن اللبناني أول شي ما في بلد غير بلده يعني ما في بديل عن لبنان وين ما راح بالعالم بيطلعوا فيك غريب ونحنا ماشي نقصنا تحتى يكون بلدنا أحلى بلد يرجع أحلى بلد بالعالم كان وفينا نرجعه بإرادتنا إذا نعرفنا تصرفنا مثل ما لازم مش إذا هيده كتير مهمة بالنسبة لإلي بعرف قديش فيه أموال هم تنكب عند الناس وقديش هم بيجربوا هيك يرضون بشوية مال وأنا اللي بدي قيلون بها المناسبة فيه كب مصاري كتير ما بدي فوت فيها هيده كله بس بدي قيلكن شغلة أنا ما بقدر لكم يلي بدوا يقبض قرشان من أي شخص فيه بها الانتخابات ومتكل على المصاري لا ما بدي لا خدوهن خدوهن المصريات ما علي شي بس انتبهوا مش هول المصريات يلي بدوا يخلوكم تنتخبوا الشخص المناسب انتبهوا ما تنتخبوا إلا ناس قوادي ناس عنده الكفاءة والكف نظيف هول بتكون تفتشوا عليهم مين كفو نظيف مين عنده كفاءة انتخبو يعني فيه إذا نبدك نقول فيه الجارانتي أول وحدة يعني أنا معلش موجودة عنا بالحزب لأنه مع سامي ما فيه مزح فيهم هول القصص يعني كل لويحنا نحن فيهم كتابة مدرسين وكوني أكيد يلي كفو مش نظيف كتير صعب انه سامي يكون معه بأي الليحة يعني ابن سامي أول شغلة هم بفتش عليها هي نظافة الكف والكفاءة وبيقدر الممكن بس أكيد أكيد انه لويح يلي نحن فيها ما فيها ما فيها اشي أي حدا يستحف فيها أبدا أبدا كلهم فيهم نظافة وكفوين بدنا نقل كفو أكتر شي ممكن يردها البلد ونضيف نضيف وكفو هول الشغلتين يلي الناس لازم يتطلعوا فيهم لما بيروحوا بيحطوا الورقة كفو نضيف يحطوا له ورقته مش كفو ومش نضيف لا هيدا منبعد عنه بقى أنا هيدا رسالتي انه انتبهوا انتو الأمهات انتو أكتر من نص الشعب اللبناني انتو فيكن تأثروا انتبهوا ورقة مين هم بتحطوه كلكم بتعرفوا سألوا إذا انتو مش متابعين الأخبار سألوا هيدا شو شو وضعوا شو عمل كيف تصرف بوقت الكذا بوقت الزبالة شو عمل بوقت المي الكهرباء شو عمل استفسروا إذا ما بتعرفوا إذا مش متابعين وإذا عارفين ومتابعين مشوا متل المحدة ليه اليوم أنا بدي ثورة أنا همطالب ثورة عند الشعب اللبناني ثورة على الحالة يلي وصلنا عليها خلي يقافوا متل ما وقفوا بأربة عشر قدار ثورة على الوضع المقساوي يلي وصلنا له نحن عشافير الهوي نوال أنا هاي اللي بدي أولا للكل منا مسحة المطرح ما وصلنا نحنا ما منعرف بعد شو جي قدامنا إذا ما دغرب مسكنا هالوضع هيدا وشدينا لورا ورجعنا جمدنا حالنا أمي يا ملاكي سمحي لنا نهدي هالأغني لإليك ولكل أمهات لبنان وبعدين منا نعيش نحن وياكي صور ترجعينا لإليك على اللبنان الحلو نحنا ما عشنا بهيك لبنان لبنان عشتك متل ما قلتي وعشنا بلبنان حلو نحنا بدنا نرجع بلدنا يكون حلو كيف من بعد أمي يا ملاكي رح نتابع نحن وياكن مع شيخة جويس لجميل صور حلوة كتير عن لبنان عشتيا اللي ما عاشها جيل اليوم اللي مثل ما قلنا بسياء الحلقة أما أنا ما في نعيش بهيك بلد بدي ضب شنتي وفل أنا بس أتخرج بدي أشتغل برا وهون رسالتك ورجعتيا لكل أمات لبنان هل أم التغيير ببلش من البيت من العائلة من الأم؟ أكيد أكيد بس بدي أقول لكل أمهات ولولادهم ولعيالهم أنه مش مظبوط أنه هيدا يا لبنان لبنان غير شكل خالص عن هيدا العايشين في اليوم أساسا أنا عاشت بفردة بمنطقة مختلطة مسلمين ومسيحيين ما نعرف مين المسلم مين المسيحي أساسا بهديك الأيام ما كان فيه مظاهر بتدل على الدين أو أي شيء كل الناس عايشين مثل بعضها نروح على البحر كلنا سواء نروح على السينما كلنا سواء ما كان فيه ما كان فيه أي فرق بيناتنا بقى هيدا هالأيام الحلوية اللي أنا عاشتا قول فينا نردة بس كانت هيداك الأيام كان فيه ناس انضاف بالحكم محافظين على الدولة مثل ما بيحافظوا على مصلحتهم مصلحة الدولة فوق كل اعتبار مصلحة الناس فوق كل اعتبار ما بنجي هيك بنكبلنوا للناس مشاريع ماء العازة مثل هوا مشاريع النمر اليوم مش معقولة مش معقولة كيف قلنوا عين كيف قلنوا عين أنا 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 عندي ثورة بقلبي على هيك تصرفات شو بدون فيهم للناس حلو عنهم بقى بكفيهم لما بيروحوا على السوبر ماركت وبيشوفوا الغالة كيف هم بكون المدارس كيف بدون يزيدوا الأقصات طيب شو بعد مطلوب بعد مطلوب نمر سيارات خلاص بيقدة فيه ستوب فيه ستوب بدون ينقل ستوب لهون وبس مين بدون يقول الناس وكيف بدون يقوله بصندوق الانتخاب بازم ياخدوا أمل نوال نعم لأنه عنا أمثال عنا مثل بهالوضع الصعب عنا شخص اسمه مثلا جون العلية يلي رفض المناقصة ثلاث مرات لأنه اعتبر انه هايدي مناقصة مش لمصلحة الشعب اللبناني وغير شي كمان المجلس الدستوري نوال أنا ما بعرف ولا واحد من القضاة يلي بمجلس الدستوري وأنا بدي هالمونيسة بحييهم لأنه هو أبطال بالوقت الصعب وقفوا الضرائب برافو عليهم ذكروني باللبنان يلي أنا عرفته لمن كنت صبية لبنان النظافة ذكروني فيها وهون بدي حييهم ما بعرف قسميهم لو ما رأوا قدامي ما بعرفهم واحد واحد بدي أقلهم الله يكتر أمثالكم أنتوا وقفتوا الضرائب وإن شاء الله يكون لكم بالمستقبل كمان دور أكبر أنتوا يا قضاة بالمجلس الدستوري بقشع حالة فيكم وكل أمثالكم وهالنفسية وهالروحية وهالنظافة هي اللي رح ترد لنا لبنان واليوم نداء لكل الأمهات وللشعب اللبناني يوقفوا متل شخص واحد ويقلبوا الطاولة هاي طاولة الفساد وطاولة هالهالحالية اللي وصلنا يقلبوا الطاولة ويجيبوا ناس نظاف وعندهم كفاءة هيدا صرختي لكل الأمهات ولكل الشعب اللبناني قلبوا الطاولة وجيبوا ناس كفاءين متل ما اشتغلتوا بـ 14 قدار بـ 14 قدار نوال قبل 14 قدار بشي جمعتين بوصال على البيت على سن الفيل بشوف سامي وصديق لقله شفتوا هلأ هون موجود مسكين خشبة طويلة عمود هيك طويلة يعني شو هيدا؟ قال نزلين نحط خيمة بـ بـ بساحة الشهداء قلتن شو؟ خيمة شو؟ قال ايه نحنا بدنا نحط خيمة بدنا نعطر عا كل شي هم بيصير كان قلب قبل 14 قدار من كمشي 3 جميع أول خيمة نحطت بساحة الشهداء كانت خيمة ابن سامي راح عاد هونيك هو وأصحابه حتى يعترضوا على الوضع يلي كنا وصلنا عليه أول خيمة نوال وهلأ بدنا الكل يعترضوا على الوضع يلي وصلنا عليه وغيره لأنه التغيير مش بيصير عند السياسيين بيصير من المواطنين أكيد ومن الامات بالبيت اللي بتلعب دور كتير كبير لأنه الام هي نوات العيلة ومن هالنوات بنستمد قوة نحنا ومن غير أكيد بدي أرجع كرر للكل أنه نتبهوا نتبهوا نداء اليوم تتنتبهوا اليأس مرفوض أنتو يا أمهات لبنان علموا ولدكن أنه لبنان أحلى بلد بالعالم ولو اليوم مارئ بهالمرحلة الصعبة بلد ما في غيره أنا سفرت على بيريز عشر سنين بيار مطاق حاله ثلاث سنين قال لي الصفلو أنتو قاعدوا هون أنا رجع على لبنان مع أنه يعني كنا قاعدين أنه بلش يروح على الجامعة قال لي أنا هون مبضل بدي أرجع على لبنان رجع على وحده بيتنا كان مسكر قاعد عند بيت أهلي سنتين بيار تحتى لأنه بديوا يرجع هون ع بلاده وبلش يبرم يبرم بين الناس وينكن للكتائب يقلوا وينكن قاعدين ببيوتكن يقومون من بيوتهم تا يرجعوا يناضلوا تا يستردوا هيدا البلد يعني وهلأ سامي حبيب قلبي هو أرى بنظري هو الشعلي اللي مضواي بها العتمة هاي اللي نحنا موجودين فيها ما لشي لو ابني بقدر إنه ربنا يكون معه وأكتر من شعلي هو منور وإن شاء الله يلي رح يلحقوه رح كل واحد يمسك شعلي وهالشعلي هاي دي رح تضوّل ابنان بس الأبناء بياخدوا نفس من الأهل من الأم يعني كيف عايش العيلة شو عم بتبسي فيه ومشان هيك بيش تغيره مشان هيك عم نركز اليوم بالحلقة الخاصة على عيد أمهات على الأمة أنا اللي بدي أقولك يا إنه قديش الأمة مهمة إنه الولادة الثلاثة نيكول تبلش بنيكول بنتي عايش بيكفية محتارة شو بدي تعمل تتعمل من بيكفية أحلى بلدي بيكفية كان فيه رئيس بلدية بيكفية نزلت وقفت بالزبالة قال لي يا ماما رح تمرضي شو بيك وقفة بالزبالة؟ قال لي ما يكن لك بال وقفت بالزبالة راحت على صيدة تعلمت كيف بيفرزوا الزبالة لوحدة ما معها خبر شي أنا اجت وعملت جيبت عنجار وعملت معمى الفرز بالأول بمساعدة رئيس البلدية بس هي جيبته من الجنوب جيبت عنجار كبير وعملوا معهم على الفرز وتعلمت كيف بيصير الفرز وبعثت أولاد على كل بيت بيكفية يعلمون كيف بيفرزوا هلأ كل بيت بلش فيي أنا بدل ما يكون فيه مستوعب صغير للزبالة فيه ثلاثة واحد للورق والكارتون يعني لكل شغلة شيء للتنك والأكل ببيتي فيه ثلاثة كل بيوت بيكفية هيك بيكفية من وقت من بلدية اشتغلت في غير بلدية مطلوب من هناك اشتغلت بس هي بلشت لوحدة نوار ما كانت رئيسة بلدية بعدين البكفوية شعب بيكفية انتخبت تكون هي رئيسة البلدية وهون ما بقدر ما إلا لبنتي انه ماما انت متل متل صمود وبعرف قديش كل شيء صعب وبعرف بتضيع قديش كل شيء صعب ومتل ما صمدت انت وبعدك صامدة بوجه الغلطة اللي هم بتشوف فيه حواليك دولة كارثة نوال يعني ما بدنا نضحك على حالنا دولة وسلطة سياسية كارثة ومع هيدا صامدة وبدأ تعمل من بكفية أحلى ضيعة بلبنان واليوم من خلال هاللقاء معي بدنا نعمل لبنان يعني أحلى بلد بالعالم وبدنا نرده لزمن الزهار اللي كان عايشوا من خلال يعني هالمواطنية هالإقدام نشتغل كلنا لبلدنا ونختار الأشخاص اللي بدنا يهون اللي بدوا يهون الوطن وإن شاء الله هالشالي يا نوال يلي هو ابن سامي بها العتمة شالي هم بضوي بها العتمة إن شاء الله ربنا يكون حده والكل يكونوا بجانبه وهنا بجانبه ويخلوه يرد هاللبنان يلي كلنا منحلم فيه نبع المحبة يكون بجانبه عظمة الأم ومحبة الأم أظهرت مجد سيدنا يسوع المسيح بقانا وآمن في تلميزو يعني اهتمام السيدة العذراء بعورس قانا لما طلبت من ابنه يحول الماء إلى خمر وقته ما كان بده ألا مالي ولكي يمرأة لم تحن ساعتي بعد عظمة الأم عم بحكي دايش هي بتغير يعني ما كان بده يعمل عجيبة مثل ما قرينا بالإنجيل هي طلبت منه واستجاب لطلب أمه وأظهرت مجده بقانا وكان أول عجيبة بيقوم فيها وبيصنع المسيح مظبوط نوال أنا بقصة كانة كان بالفعل يعني هيدا وصية وصية من أمي أمي مردت بالكونسير كونسير البونكرياس وضلت على جمعتين ثلاثة قبل ما تتوفت اللي ما تنسي ما تنسي كانة ماما ما تنسي كانة هيدا ما كان مؤدس من طراز الأول وتكون صريحة وأقول الأمور مثل ما هي يلي ساعد أنه توصلنا نحط تمثال العدرة بكانا هو الرئيس بري يلي حمل هالقضية بقلبه لأنه عارف أهمية كانة وبعد ما درست أنا ما كنت متطلعة تقول لي أنا رايحة علىك أنا تعي معي إلا أنت رايحة ماما مشوار بعيد بس ترجع برجع بشوفك منحكي بس ماني عارفة ماني عارفة أنه هي مستندة على وسائق هالقد مهمة بالتاريخ يلي بدل أنه كانة يلي هون بجنوب لبنان هيدا إياها كانة الجليل وين يسوع عمل أول أعجوبة له وعننا دليل قد ما بدك أولي بتدل أنه هيدا إياها كانة وكل شي بدل حتى بالإنجيل أنه العدرة كانت هونيك كانت بمكان مثل أقرباء لإله يعني هيدا هالعرس عرس لإله بهمة لذلك قالت له ليسوع أنه في الخمر ناقص شو بدنا نعمل يعني هي طلبت من ابنا يعمل هيدا العجيبة لأنه العجيبة يلي طلبتها بتهمها هي كانت مع ناس بيقربوها وكل شي بدل أنه العدرة هي من هونيك وأنا بدي هوني قلك نوال شغلة كتير كتير مهمة ولأول مرة يمكن هيك بصر لي أولى اكتشفت اكتشفت الشعب بالجنوب أكتر من أخوة ما بقلك يستقبلوني بكانا كأنه أنا بكفية روح اتمشى بالضايعة هالناس كلهم يعزموني تفوت لعندي كأنه واحد منهم ما بقلك شو المحبة ما بقلك شو شو الطهارة بالتعاطي هالناس شو هالناس هيك الحبوبين فيهم فيهم محبة فيهم طيبة ما كنت متصورتها أنا أول مرة أنا كنت بروح على الجنوب لهونيك واكتشفت اكتشفت شعب أخوة لقلي ما بعرفهم ما كنت أعرفهم فإذا اللي عم بيتساءل سر اهتمام الشيخة جويس لشبيل بقانا هو لأن ولدتك هي رسمتلك الدرب وقالتلك اهتمة مضبوط وانت بلشت طيب وين صرتوا بهالاهتمام ليش يعني بنا نرجع كم سنة لورا كان فيه اهتمام كتير كبير هيك طلعت إلى الضوء قانا بعدين خفتت ليش؟ رح قلك نوال هي أول شي كان الحماسي كبير لكان أنا حماسي أنا بصورة خاصة لأنه اكتشفت بكتب التاريخ إنه كان هايدي كان الجليل إنه ما فيها شك واحد بالمليون يعني وشفت إنه شغلة كتير كتير مهمة ما بتنترك ما بتنترك أبدا أبدا يعني عنا كنز إله أول ما إله آخر يعني اللي عارف إيه منه عهيمته أكتر من الكل رئيسنا بيهبر لأن دارس شايف كتب وعارف عارف شو أهمية هالمطرح المؤدسة هيدا بأهمية كل اللي نحنا المعالم تبعونا المؤدسة بالأراضي بفلسطين يعني عنا مطرح مؤدس أكتر من الأماكن المؤدسة بفلسطين طيب ليش مش عم تاخد حقها؟ هل هي مهملة من قبل الكنيسة الكاتوليكية؟ رح قل لك ليش مش عم تاخد حقها؟ لأنه يمكن فيه خايفين يمكن بالفاتيكون أنا صراحة أنا بفتكر خايفين بالفاتيكون يقولوا إنه هيدا إياها كان الجليل مش كفار كانة وخربت كانة يلي هني بإسرائيل بفتكر إنه خايفين يقولوا هيك إنه يرجع الشك يضرب بالأماكن المؤدسة يلي بعض الأماكن المؤدسة يلي بفلسطين لذلك الفاتيكون ما بيحكي شي بس بيحطوا نقطة استفهام على كل شي بيدل على كفار كانة وخربت كانة بالأراضي المؤدسة بس في دراسات أكدت؟ فيه فيه في دراسات أكدت قانا الجليل في دراسات مهمة كتير والأديس يرونيموس جيروم كتبوا تاريخ الكنيسة تاريخ المسيحية كتبوها باللغة هاديك الأيام باللغة الأرامية ايه وترجموها للاتينة بروما واتنينهم يلي كتبوا الكتب بعد شي خمسة وسبعين سنة واحد عن التاني تنينهم بيدلوا على كانة مطرح مهية عندنا هوني في دراسات وفي وسائق بتدل على هاته بس مهمة لي مش عم تطلع على الضوء مهمة لي رح قلك ليش لأنه لسوق الحص الكنيسة عندنا هوني ما أخدتها مظبوط يعني بعين الاعتبار بقوة أو أهملتها أصدا ما بعرف شو صار بعرف إنه ما اتخدت مظبوط بعين الاعتبار من قبل بهاي ديك الوقت هلأ عنا نشكر الله بترك جديد عند الكاتوليك لأنه الأماكن المؤدسة بكانة هي بين إيدان الكنيسة لجريك كاتوليك وعنا هلأ بترك الكاتوليك جديد أنا تعرفت عليه وعدني إنه رح يتطلع بكانة ورح يشوف شو بدون يعملون لأنه أنا مقتنعة إذا ما في بعثة للكنيسة بكانة كانة ما بتصير المكان الحج يلي نحنا منطمح له أول مكان للحج عنا هو كانة كانة إذا نعمل لازم لإستقبال العالم تاني يوم هلأ بالسوشال ميديا كتير هايين نعم تعطي كل شي عندك الوسيق وكل شي بس بدك تحضرينون يلي بدون يجروا بدون يكون فيه مين هم يستقبلون نعم ما في مكان مؤدس ما في بعثة كناسية هي هم بتديرها المكان المؤدس وهيدا للأسف لأنه الكنيسة هي لازم تهتم مية بالمئة وهي لازم تساعدكم لأيكم يعني باهتماركم بقالب أنا طلبت كتير بالمسؤول السابق عند الكاتوليك يلي كان هو بترك الكاتوليك ما مطلع بإيدي شي هلأ ما عند البترك الجديد بتأمل كتير أنه نقدر نكمل ونصل لمطرح ما لازم يوصل لأنه يعني قانة بين القرى والبلدات اللبنانية ما في بقعة مثله يعني يعني الأثار الموجودة هي لصيقة بالتاريخ حاملة على كتفة قرس ما بتعرفه أرقى دول العالم وللأسف 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 الكنيسة كاتوليكية ما في شك ما في شك ما في شك أنه هيدا المطرح هو أول مكان عمل أجوبته يسوع على الصخر على الصخر الموجود هونيك بي كانا محفور محفور هيك مثل يعني مثل هولي تلميذ المسيح والمسيح شوفناه هون تلتعشر شخص هيدا المسيح والتلميذ تابعه بس تيدلوا انه هيدا هوني 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 اجا المسيح مع تلميذو وهون صارت أجوبة كانا ومش بس هولي كل شي بدل في المرجع عنا الكبير بالتاريخ وبالتراس يلي هو الأستاذ أنتوان خوري حرب يلي بكتابه جزور المسيحية بلبنان بيدل على كانا بالتفاصيل وبيدل كمان بيدل على ليلة ليلة وين في هونيك مقام النبي عمران مقام النبي عمران هيدا المكان يلي دفنوا فيه أهلة للعذرة يعني بعيدة عن كانت شي ثلاثة كيلومتر يمكن هونيك مدفونين أهلة للعذرة يعني الجماعة من هونيك عنا كنز إلو أول ما إلو آخر بالجنوب وعندنا بلد كمان إلو أول ما إلو آخر وهو كنز كي بدنا نحافظ على الكنوز الأسرية اللي هي قانا وكي بدنا نحافظ على الكنز الكبير اللي نحنا عايشين فيه اللي اسمه لبنان وما عم نعرف كي بدنا نتعامل معه هيدا حدثوا لحرج نوال يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ناس طوعب هالانتخابات ويمشوا متل ما مشوا بأربطاش قدار كل واحد لوحده يحط الورقة المناسبة والشخص المناسب تحتى نرد لبناننا لبنان البدنية نحنا لبنان المحبة والإنفتاح في بس شغلة بعد بدي زيدة نحنا مش عارفيني بلبنان نقدر شو عنا متل ما عنا كان بجنوب عنا قديل شربل بالشمال قديل شربل حدثوا لحرج مين اهتمت فيه الوالدي اهتمت يعني بس اهتمت فيه أنا اليوم بعتبر إنه إذا اليوم عايش وبعدني هم بحكي من ورا القوية اللي عطيني إياها حل هو عاطيني القوية نوال ما حدا غيره كوني أكيدة هو عاطيني القوية وكتير أوقات بتفاجأ إنه منين هم بجيب هالقوية وبعرف إنه هو هم بيعطيني إياها بقى هيدا السند الكبير الكبير لإلنا بهالبلد نعم والسند الكبير إنه يهتموا السياسيين إن شاء الله يكون عندنا طبقة سياسية جاية هيك بما يليق بهالبلد والكنيسة بالحج الديني اللي عم نحكي عنه وساعتها بيهتموا بيقانة لأنه سنة الـ 2018 هي سنة الحج الديني وقانة من أهم المواقع للحج الديني هي أرض المسيح أرض تلميذ المسيح أرض عاشت عليها العذرة هي وأهلا وبعدها يعني المقام النبي عمران في الأول الإنجيل بيحكي عن وجود المسيح بجنوب وبتحس إنه حتى هالأجيالي اليوم الموجودة في عندها طيبة ما بتلاقيها حبوا بيه الجماعة بشكل أنا ما تصورته بعقلي يعني إنه ممكن لقي هيك شعب حسيتهم أكتر من أخوي لإليه وإخدين كانوا هالموضوع هيدا بقلبهم وبدهم ينجحوا فيه عارفين شو عندهم أنا بقول يمكن إذا بترجعي كذا ألف سنة لورا هو أهلهم نعم على كل حال من بعد هالمحطة الغنائية منتبع نحن وياكي الشيخة جويس لجميل شيخة جويس شو صر تعلقك باللبنان هالقد نوال صرت أعلق باللبنان لأنه قال الله عطاني وصل هلأ لعمر معين أنه بتذكر على المظبوط شو عشت لما كنت صبية أنا عشت بفردة بشرع فردة قلتلك يمكن قبل أنه حولينا كان فيه من ناس مشكلين ما كانوا لما ننظر عليهم أنه هن من غير دين كنا عايشين كلنا هيدا كان قبل بس اليوم في يأس عند اللبنانية في يأس اليوم عم نشوفهم يأس فيه كأنه بدي أترك بدي فل بدي هاجر طب كيف بدنا نرجع فأزا يعني أنا وياكي اليوم عن جد هالحلقة شيخة جويس هي لنخاطب الناس هيكي بدون كفوف كيف بدنا رجع الأمل بوطن سيد حر مستقل في أمن أبسط متطلبات الحياة لأولاده لكن أول شي ما بقول إنه هيدا الأول والنهاية بس هلأ هلأ عنا أكازيون قدامنا نفوت ناس أوادة على البرلمان يعملوا تكتل بين بعضهم ولنوا للقضايا الاقتصادية كل شيء اقتصاد يشدوا مع بعضهم ينسوا السياسة ما لشيء يشدوا مع بعضهم بالقضايا الاقتصادية تحتى يوقفوا يوقفوا التدهور هيدا يرائبوا كل شيء يطلبوا مرائبة على كل شيء ما بقى يكون في شيء مخبع عليهم يشوفوا شو هم بيصير وانا هم بتروح على المصريات بلدنا بلد غنى هم بيجبوه تحت الأرض من ورا مصروف بلا وعي من ورا فساد بلا وعي فساد بلا وعي ومصروف بلا وعي اثنين سوا هيدا الوصلنا لهون لازم انه بهالبرلمان جديد يصير تكتل انا بنظري بغض النظر عن السياسة تكتل بس اقتصادي يسموها التكتل اذا نبدك من اجل لبنان يتكتلوا كل هالنواب الجديد يلي هن بدون يرجعوا يجلسوا هالبلد يلي مش قبلنين بالفساد هن يكتلوا يعضوا مع بعضهم هن ويعملوا مجموعة بهالبرلمان وهيدي يحاربوا كل هالفساد ويكونوا قوية مش ضروري يكونوا لا من هالحزب ولا من هالحزب يكونوا بهيدا التكتل بالبرلمان ويكونوا من كل الأحزاب يكون هيدا التكتل بس لمحاربة الفساد مشان هيك لازم يختاروا المواطنين الشرفاء اليوم لحتى يصير فيها هكتكتل اذا ما اختلنا الشرفاء كيف بدوا يصير فيها هكتكتل لازم يصير تكتل من كل يلي هن بدون إعادة بناء لبنان لازم يتكتلوا مع بعضهم بهالبرلمان بغض النظر عن السياسة السياسة يتركوها لغير شيء حتى نجع نبري هالوطن بس يكونوا مع بعضهم للقضايا الاقتصادية يكونوا مثل شخص واحد يعني لمن إجا ابن سامي وصوتوا ضد الضرائب كانوا خمسة معقولة ما حدا بيوقف معهم ضد بوج الضرائب ما حدا وقف معهم بوج الضرائب معقولة هاي بتصدق وقدروا وقفوا الضرائب هن وقفوا الضرائب بس بعدين بعد ما راحوا على المجلس الدستوري وقفوا الضرائب رجعوا عني جديد صوتوها بالبرلمان كيف صار هلأ التفاق 11% رجعوا صوتوا عليها لأنوا عايزين كأنوا 800 مليون دولار بدون اي عبوهم مشان السلسلة طلعت هلأ بعد ما قرروا هاي زادوا موظفين 4000 موظف صار ما بقى فيك تدفع السلسلة قد ما كترو ولا بتخرب فيه فيه قرارات عم نخرب لأنوا الأضرابات متلاية لبناء فيه تجاوزات ما بيقدر يصدقها مش بس مش مقبولي ما فيك تصدق أنه فيه فلتان بهالشكل هيدا فيه فلتان نعم فيه فلتان وفيه فساد وفيه تجاوزات يعني عن جد كتير فاضحة مظبوط كيف بدنا نغير بصدوقت الانتخاب مظبوط بصدوقت الانتخاب وكل واحد كل شخص حوله يعمل قد ما بيقدر يحكي يحكي يعني أنه هيدا مش طريقة هيدا بتسكت الصحفية ارهاب فكري مش مصموح واحد بده يعمل ميت حساب قبل ما يقول يلي بده يقوله هيك بحرية كيف هيدا مش لبناء مش لبناء بس نحنا فينا نغير أم نحكي هلأ فينا نغير ما بدنا نحمل الشنطة ونفل نحنا بدنا نعيش ببلدنا لأنه نحنا اللي منقدر نغير مش نتكل على السياسيين اليوم يعني بيعيد الأمهات رسالة مهمة كانت لكل أم لأنه هي كمان النواة اللي منها بينطلع التغيير الشيخة جويس ولازم يكون في محبة لبنان بقلبها أكيد وبدأ ترجع أبا ضاي هالأم المناطلية وما تحني يأسي سيطر عليها أنا تعرفت على المرأة اللبنانية أول ما شالت الحرب الـ 75 وهوني بس بدي صر على كلمة حرب الـ 75 يلي بيسموها غلط حرب أهلية هوني بدي نادي نوال من خلالك إنه ما بقى تتسمى حرب أهلية لأنه مش مزبوط مش حرب أهلية أنا عشتها الحرب بلشت لمن فاتوا الفلسطينية على البيروت وبلشوا يعملوا حواجز يطالبوا اللبنانية بتذكرون حسينا إنه هم بيستبدلوا فلسطين بلبنان ما قالوا إنه بدون يروح على فلسطين عن طريق شوني مشان هيك وقفنا بيوجون وما كانت حرب أهلية ما بحياتها كانت حرب أهلية بأوقات بظروف كتير دايقة كتير صغيرة قبو ثلاثة أربعة أيام يصير فشاة خلق بس ما كانت حرب أهلية لازم تتسمى حرب الخمسة وسبعين سنت الخمسة وسبعين مش حرب أهلية نعم حسيتي بخطر أو حيسي بخطر على لبنان وكأننا نحن على مفترق طرق ومن شان هيك وجهت الرسالة اليوم عبر صوت لبنان لكل أمات لبنان مظبوط نوال حاسي بخطر جدي والخطر الأكبر أنه في كتير أشخاص منهم نقلل يعني منهم مين مكان مكان ما مقتنعين أنه خلص ما بقى شي يتغير هيدا إياها البلد هيك ما بقى فينا نرجع لورا هيدا الغلط أنا بضل بشد لقدام وبضلني بصر أنه بدنا نرد بلدنا كيف منجعل من وجه أمي وجه أمتي هيدا هو اليوم العنوان لحلقتنا من وجه الأم بدنا نعمل وجه أمتي بلبنان اللي هو الألفة والمحبة والشفافية شاك؟ ويكون الوطن كله في مواطنين شرفاء ومسؤولين شرفاء هيك من لبنى الوطن بدك بس تسمحي لإخر كلمة ووجهها لبيير وقل له مم أنت معنا كل يوم وكل يلي عملته ما تفتكر راح دعا نحنا بنحمل رسالتك سامي حامل رسالتك بقوة وبجدارة وأبضاي ومتل ما قمت كنت بتحب أنه أنت تكون بتحب أنه خيك يكون اليوم متل ما قلت وبكرر الشعلة المضواية بهالعتمية اللي نحنا عايشين فيها وبدك أشكر سامي كمان مرة أنه هالإنسان نضيف الأبضايا اللي بدو يردها البلد وخلي لنا يكون يا نوال أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة سلط لبنان أشيخة جويس لجميل وإن شاء الله العتمة بتزول تدريجيا ما هيك؟ إن شاء الله إن شاء الله هالعتمة عن لبنان بتزول تدريجيا لأنه لازم المواطن يفكر بوطنه بصندوق الانتخاب ينتخب الشرفة ساعتها العتمة بتزول كليا شكرا لإليك شيخة جويس لجميل على هاللقاء الخاص عبر صوت لبنان لمناسبة عيد الأمهات ومجددا ينعد عليك شكرا لإليك نوال بختام هاللقاء أطياب الأمنيات من نواليشة عبود والمخرج مارون الخوري شكرا لإليك